لن تجدونني معالما جيدا إذا لم أخبركم أن الحياة على الأرض صعبة جدا وأن الكفكرة من الكائنات تهتم فقط في السعي وراء مصالحها الخاصة وهذا هو حال الدنيا ذكرت في دروس سابقة أن علم الأحياء يتمحور حول موضوعين رئيسيين هما التكاثر وتفادي الموت أو النجاة وتزداد صعوبة هذين الأمرين بسبب مبدأ التنافس فكما تعرفون هناك كمية محدودة من الموارد على هذا الكوكب لذلك فإن تطور يدفع الكائنات المختلفة للتنافس فيما بينها لتتمكن من البقاء ونشر جيناتها في كل مكان ولذلك من الطبيعي أن يكون التنافس جزءا مهم من طريقة تفاعل الأنواع المختلفة عندما تتداخل مواطنها والمجتمعات البيئية قائمة على هذه التفاعلات بين الأنواع المختلفة لذلك من المنطقية أن يدرس علم المجتمعات البيئية هذه التفاعلات في أي مكان تتم فيه من البرك الصغيرة إلى المحيط بأكمله أو من غصن متعف إلى غابة بأكمله ولكن برغم من أن معظم التفاعلات بين الأنواع المختلفة من الكائنات تكون مبنية على التنافس لا يعني ذلك أن المجتمع البيئي بأكمله يتمحور حول الصراع الدموي العنيف بين الكائنات سأتحدث عن هذا النوع من التنافس في الدرس القادم ولكن مبدئياً دعوني أشير إلى أنه على الرغم من أن التنافس بين الكائنات هو أمر سائد ومهم ولكن في الكثير من الحالات تكون هذه السلوكيات التنافسية خطرة ومتعبة وقد تعود بالضرر على الكائن لذلك فإن العديد من التفاعلات بين الأنواع تكون مبنية على تجانب المنافسة المباشرة وبدل من ذلك إيجاد طرق لتقسيم الموارد والسماح للأنواع المختلفة بالتعايش مع بعضها البعض قد لا تصدقنا أن ما يحدث حولي الآن هو منافسة شرسة بين عدة أنواع مختلفة من الكائنات يظن الكثير من الناس أن التنافس هو عملية تحدث فقط بين الحيوانات ولكن في الواقع هناك منافسة بين جميع أفراد الممالك الأربعة التي تندرج ضمنها جميع أشكال الحياة وعندما تتنافسها نواع الكائنات المختلفة فإنها تسعى للحصول على نفس الموارد التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة ومواصلة نموها السكاني فعلى سبيل المثال في هذه الحديقة تتنافس الحشاء شضارة مع نبات دوار الشمس والذرة والشبت على الأناصر الغذائية والمياه الموجودة في التربة وبسبب محدودية هذه الموارد في هذه المنطقة فهي تعد من العوامل المحددة لنمو السكانية التي تحدثت عنها في دروس سابقة فلا يمكن للمجموعة السكانية أن تنمو أكثر من الحد الذي تسمح به هذه العوامل يمكن للحشاء شضارة أن تقضي على الخضروات التي تعيش في هذه الحديقة مع مرور الوقت يعرف هذا نوع من الإقصاء بالإقصاء التنفسي وهو أحد أهم الخصائص الأساسية للمجتمع البيئي والحياة بالمجمل وذلك لأنه عندما يتنافس نوعان من الكائنات على نفس الموارد سيكون أحد هذه الأنواع أكثر نجاحاً من الآخر وبالتالي سيقضي عليه ويشار إلى هذه الحقيقة بمبدأ الإقصاء التنفسي وأول من توصل إلى هذا المبدأ هو عالم البيئة الروسي جي أف غاوس في عام 1934 نشر غاوس دراسة عن نوعين متشابهين من طلاعيات المجهرية واشتهر عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً فقط إجرائه بعض التجارب التي حفزت التنافس بين النوعين من طلاعيات البراميسيوم الذهبي والبراميسيوم ذو النواة المذنبة في البداية حرص غاوس على أن ينمو كل من هذين النوعين على حدة ووفر لهما نفس كمية الموارد ووجد أن كل منهما نمى بسرعة وكون مجموعة سكانية مستقرة ولكن عندما فرض غاوس على هذين النوعين نمو في نفس الوعاء سرعان ما تسبب البراميسيوم الذهبي في انقراض البراميسيوم دونواة المذنبة حيث اكتسب البراميسيوم الذهبي ميزة نفسية لأنه نمى بشكل أسرع بقليل من البراميسيوم دونواة المذنبة وهكذا ظهرت تجربة غاوس أنه في حال غياب المؤثرات الأخرى لا يمكن أن يعيش نوعان من الكائنات التي تحتاج إلى نفس الموارد في نفس الموطن لأجل غير مسمى وسيتم القضاء على المتنافس الأضعف قد تبدو هذه الفكرة منطقية إلى حد ما ولكن لو كان مبدأ الإقصاء التنافسي هو المبدأ الوحيد الساري في الطبيعة لكانت الحياة على الأرض فوضى عارمة من الصراع المستمر والتنافس والافتراس الذي يفترض أن يتسبب في النهاية بانقراض جميع الأنواع الضعيفة ولكن الواقع لا يعكس ذلك لعدة أسباب أولاً لا تعتبر جميع الموارد محددة فعلى سبيل المثال قد يتنافس نوعان من أسماك القرش على الماء في المحيط ولكن المحيط مليء بالماء وبالتالي لن يكون هذا الموارد هو العامل المحدد لنمو السكاني لهذه النوعين وبدلاً من ذلك قد يكون العامل المحدد لنمو السكاني هو الغذاء أي الأسماك التي يتغذى عليها هذان النوعان من أسماك القرش في حين الموارد الأخرى تبقى وفيرة ثانيا يشير التنوع الهائل لأشكال الحياة في أي مجتمع بيئي لأن معظم أنواع الكائنات حتى تلك التي قد تبدو متطابقة مع أنواع أخرى قابلة للتكيف بشكل يسمح لها في النجاة وتخطي المنافسة ويتم ذلك من خلال إيجاد الكائنات لما يعرف بالحيز البيئي وهو يشمل جميع الموارد الحية وغير الحية التي يستخدمها النوع في بيئاته يمكن تشبيه الحيز البيئي للكائن وكانه الوظيفة التي يقوم بها في مجتمعه والتي توفر له أسلوب حياة معين فعلى سبيل المثال يميل البعض لاختيار الوظائف التي يمكنهم إتقانها أكثر من أي فرد آخر في المجتمع ولكن في بعض الأحيان تفرض ظروف الصعبة على فرد أن يقوم بالوظائف التي لا يرغب بها أي فرد آخر ولكن بغض النظر عن الوظيفة التي يقوم بها هذا الفرد فأسلوب حياته سيعتمد على الموارد التي توفرها هذه الوظيفة وبالتالي عثور الكائن على حيز بيئي مناسب يضمنون حصوله على الموارد الغذائية وغيرها من الموارد بشكل ثابت كما يسمح للنوع بتفادي الإقصاء التنافسي وهذا بدوره يساعد في إنشاء مجتمع بيئي أكثر استقراراً ومبدأ الحيز البيئي هو مبدأ الرائع يحل الكثير من المشاكل أتمنى لو أن البشر يمكنهم تطبيقه ولكن وصول النوع إلى هذه الحالة من الثبات النسبي تأتي على حساب أمور أخرى فهي تمنع بعض أنواع من اتباع أسلوب الحياة الأمثال الذي كان بإمكانها أن تتبعه في حال عدم وجود المنافسين وهذا الوضع المثالي يسمى الحيز البيئي المثالي أو أكد لكم أنه وضع مثالي لا يصل إليه إلا عدد قليل من جداً من الأنواع ولكن معظم الأنواع الأخرى حتى تتجنب الإقصاء التنافسي وتتمكن من النجاة تتخذ وظيفة أخرى وبالتالي أسلوب حياة مختلفة ليس بالضرورة أن تكون هذه الوظيفة هي التي تستغل الإمكانات الكاملة للنوع ولكنها تضمن له البقاء وهذا ما يسمى بالحيز البيئي المتحقق وهذه هي الطريقة التي تسيطر فيها طبيع على الصراعات بين أنواع الكائنات المختلفة قد يبدو ذلك غريباً بعض الشيء أليس كذلك؟ فقبل قليل تحدثت عن تجارب العالم جاوس التي تشير أن التنافس والانتصار في هذه المنافسة هو الوضع الطبيعي الذي تسعى له الكائنات الحية فكيف يمكن تفسير أن الوضع البيئي في هذه الحالة يشمل كذلك تنافس الكائنات ولكن مع السماح لجميع أنواعي بالانتصار بنسبة معينة وأن الذي توصل إلى هذا الاكتشاف هذا ما سأتحدث عنه في الفقرة التالية كان العالم البيئة الكندي روبرت ماك أرثر في أواخر العشرينات من عمره عندما توصل إلى اكتشاف جعله أحد أكثر علماء البيئة تأثيراً في القرن العشرين وأثناء إعداده لأطروحة الدكتورة في جامعة يال في عام 1958 كان يدرس خمسة أنواع من الطيور المغردة التي تعيش في الغابات الصنوبرية في شمال شرق الولايات المتحدة وفي ذلك الوقت بالسبب وجود العديد من أنواع المختلفة من الطيور المغردة التي كانت تعيش وتتغذى وتتكاثر في مناطق متقاربة ظل العديد من علماء الطيور أن جميع هذه الطيور تحتلوا نفس الحيز البيئي وبالتالي فهي كانت استثناء لمبدأ لقصاء التنفسي للعالم جاوس ولكن ماك أرثر لم يقتنع بالأمر ولأنه كان خبيراً في علم الرياضيات قرر قياس المكان والطريقة التي يتبعها كل نوع من هذه الأنواع الخمسة لإيجاد الغذاء والأزواج ولبناء الأعشاش ولمعرفة هذه الأمور قام بدراسة كل الشجرة تعيش في هذه الطيور وقسمها إلى مناطق وبتحديد قسمها إلى 16 منطقة بداية من الأشنات في قاعدة الجذع ووصولاً إلى الإبر والبراعم الجديدة عند أطراف الفروع وبعد مواسم كثيرة من منقبة العديد من الطيور في العديد من الأشجار وجد أن كل نوع من أنواع الطيور المغردة يقسم وقته بشكل مختلف بين الأجزاء المختلفة من الشجرة فعلى سبيل المثال أحد هذه الأنواع التي تسمى طيور كيب ماي أمضت معظم وقتها حول الأجزاء الخارجية من أعلى الشجرة في حين كانت الطيور الهازجة كاستنائية الصدر تتغذى في المناطق الوسطية الداخلية من الشجرة كما وجد ماك أرثر أن كل نوع من هذه الطيور المغردة كان لديه سلوكيات مختلفة في الصعيد والعثور على الغذاء كما أنها كانت تتكاثر في أوقات مختلفة من السنة لضمان عدم تداخل المتطلبات الغذائية الأكثر أهمية لكل النوع هذه الاختلافات توضح كيف قسمت هذه الطيور المغردة مواردها المحددة بحيث وجد كل نوع الحيزة البيئية المتحققة الخاصة به مما سمح لكل نوع بتفادي مصير الإقصاء التنافسي هذه الظاهرة تعرف الآن باسم تقسيم الموارد أي عندما يستقر كل نوع من الأنواع المتشابهة في حيز بيئي منفصل مما يسمح للجميع الأنواع بالتعايش وبفضل هذا الاكتشاف أصبح ماك أرثر من روادي علم البيئة الحديث حيث شجع غيره على تعزيز روح الفضل وإجراء الأبحاث المبنية على الفرضيات كما دافع بشدة عن استخدام عبن ويراثة في الدراسات البيئية وتعاونة مع علماء الأحياء مثل إدوارد أوسبورن، ويلسون وجارد دايموند ولكنه للأسف توفي بسرطان الكلا في سن 42 ولا تزال أبحاثه عن الطيور المغردة الشمالية تدرس حتى اليوم كمثال كلاسيكي في علم المجتمعات البيئية وهكذا يمكن الاستنتاج أنه عند نجاح الكائنات الحية في اتباع السلوكيات مرتبطة بهذه السلوكيات وهذه من تطبيقات الانتخاب الطبيعي وهي تعرف من زياح الصفات لتوضيح ذلك سأعود إلى علماء البيئة الذاني سبق وتحدثت عنهما في دروس سابقة وهما علماء لحياة تطورية بيتر وروزماري جراند أخبرتكم من قبل أن هذين العالمين راقب عملية الانتواع في طيور الشرشوريات الشهيرة التي درسها داروين في جزر غالاباكوس كما شاهد هذان العالمان على نفس جزيرة دافني ميجور في عام 2006 ظاهرة أنزيح الصفات لفتر طويلة كانت مجموعات سكانية صغيرة من طيور الشرشوريات تعيش لوحدها على الجزيرة وكانت هذه الطيور تتغذى على عدة أنواع من البذور بتحديد بذور نباتي الحمى الأكبر حجما والأعلى من حيث القيمة الغذائية من البذور الأصغر التي كانت متوافرة ولكنها أصعب في الفتح بالنسبة لهذه الطيور الصغيرة ثم في عام 1982 ظهرت مجموعة من الطيور الأكبر حجما على الجزيرة وبدأت تسولي على بذور نباتي الحمى الوفيرة على الجزيرة وخلال عشرين عاما فقط وجد العالمان جرانتنا من أقير الطيور الصغيرة قد تقلصت لتسمح لها بتناول البذور الأصغر حجما ذات القيمة الغذائية الأقل ولكن في هذه الحالة تمكنت هذه الطيور الصغيرة من الاحتفاظ بهذه البذور لنفسها فقط وبالتالي قد تباينت صفات المجموعتين السكانيتين من الطيور بشكل سمح بتسهيل تقسيم الموارد وكما تلاحظون فإن التنافس يمكن أن يكون أمرا إيجابيا يسمح للكائن بالتكيف مع الموارد المتاحة له وهناك كذلك أنواع أخرى من طرق التفاعل بين الأنواع فبعض الأنواع تتعاون وتوحد قواها لتتمكن من النجاح وهذا من أفضل الأشكال تفادي الصراعات وفي هذه الحالات تمكنت الأنواع في مجتمع بيئي ما من تجنب المنافسة عن طريق تشكيل علاقات وثيقة بينها وبين الأنواع الأخرى بحيث يستفيد إما أحد الأطراف أو كليهما ربما سمعتم عن هاتين الحالتين الأولى هي حالة تبادل المنفعة حيث يستفيد كل النوعين من الكائنات والثانية هي المعايشة حيث يستفيد أحد الأنواع بينما لا يتضرر نوع الثاني هناك الكثير من العلاقات القائمة على تبادل المنفعة في الطبيعة وإذا شاهتم الدروس السابقة ستلاحظون أنني تحدثت عنها عدة مرات ومن أهم الأمثلة عليها هي الفطريات الجذرية التي تحدثت عنها في درس الفطريات عندما فسرت كيف تتشابك الفطريات مع جذور النباتات ليحصل الطرفان على العناصر الغذائية المختلفة ومن الأمثلة الأخرى على هذه العلاقات تلك القائمة بين النباتات المزهرة التي تنتج الرحيق لجذب الكائنات الملقحة كما تحمل هذه النباتات الثمار لجذب الحيوانات التي تساعدها في نشر البذور الموجودة داخل هذه الثمار في الكثير من الأحيان تصبح هذه العلاقات ضرورية جدا لأحد الأنواع كما هو الحال في النمل الأبيض فلا يستطيع النمل الأبيض تحليل السيريلوز في الخشب الذي يأكله بدون وجود الإنزيمات التي ينتجها نوع من الكائنات الحية المجهرية الذي يعيش داخل جهازه الهضمي فبدون هذه الكائنات المجهرية سيموت النمل الأبيض ودستما هذه العلاقة بتبادل المنفعة الإلزامي أما بالنسبة لعلاقات المعايشة فإن أحد الانواع ينتفع من هذه العلاقة تمنى أو الثاني فلا يتأثر أو يتضرر ولكن من الصعب يثبت أن النوع الثاني لا يتأثر على الإطلاق فمهما كان هذا التفاعل بين النوعين بسيطا فلا شك كان له تأثيرا ما فعلى سبيل المثال يلتسق البرنقيل على الحيتان الرمادية مما يسمح له بتجوالي عبر الماء الغني بالعوالق التي يتغذى عليها فمن الوضح أن هذه العلاقة تعود بالمنفعة على البرنقيل ولهذا تكون علاقة علاقة تعايش أما بالنسبة للحيتان فعلى الأغرب لن تتأثر كثيرا أليس كذلك؟ قد يبطل البرنقيل والحوت أثناء سباحته في الماء ولكن من ناحية أخرى يمكن للحوت أن يستفيد منها كنوع من التمويه ليتخفى من الحيوانات المفترسة مثل الحيتان القاتلة وبهذا يكون التأثير إيجابيا ولكن بالنسبة للحوت لا يعد هذا التأثير محوريا فيمكنه الاستغناء عنه وهذا النوع من التفاعل بين الأنواع الذي لا يجلب ضررا للحوت يعد أفضل من الطرق المختلفة التي تتفاعل بها الكائنات والتي قد تكون ضارة في بعض الأحيان وهذا ما سأتطرق له في الدرس القادم الذي سأتحدث فيه عن علاقات الافتراس بين الحيوانات وجميع تغيرات التطورية الرائعة المصاحبة لهذه الظاهرة التي تسببت في التنوع الهائل في المجتمعات البيئية